أعلن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني إسقاط عضوية النائب أسامة مهنة بأغلبية 31 صوتاً وأعلن الظهراني خلو دائرة النائب السابق بالدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى وقد لاقت هذه الخطوة تنديداً واستنكاراً من قوى سياسية وشعبية عديدة في البحرين وفق مجلس النواب البحريني بأغلبية 31 صوتاً من أصل 40 نائباً على إسقاط عضوية النائب البحريني أسامة مهنة وأعلن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني إسقاط عضوية النائب المهنة في سابقة هي الأولى في تاريخ البرلمان البحريني منذ تدشينه في العام 2002 وكان مهنة قدم مداخلة في جلسة مجلس النواب التي عقدت في 29 من إبريل عام 2014 تحدث فيها عن إساءة معاملة السجناء في سجن جو المركزي جنوبي البلاد وتسببت المداخلة بإشعال الجلسة وبحدوث مشدات بين مهنة وعدد من النواب وعلى إثر ذلك تقدم 25 نائباً بطلب رسمي لإسقاط عضوياته من المجلس من جانبه وصف النائب مهنة ما حدث بأنه تصفية سياسية بسبب اتهامات كيدية نتيجة مواقفه الداعمة للمطالب الشعبية والنائب أسامة مهنة كان واحداً من بين 18 نائباً دخلوا مجلس النواب في أكتوبر عام 2011 ليحلوا محل نواب جمعية الوفاق المعارضة التي استقل نوابها من البرلمان احتجاجاً على تعاطي السلطات مع الاحتجاجات الشعبية في العام 2011 وكانت المعارضة قد أكدت في بيان أن الحكومة لم تطبق توصيات لجنة التحقيق حول أعمال العنف في ربعي 2011 التي خلصت إلى أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين ترجمة نانسي قنقر